الانجلازة بي اي جي تاريخي على حساب افسي بارسولون الفرقة المتأهلة للمونديال الى حد الان اخر المستجدات فيما يخص مواجهة ذهاب نصف الى تشامبينز ديك بين التراجي وسانداوس جديد في مسابقة الدوري الافريقي الافا للنسخة الثانية مواجهة مازنبير الاهلي وحالة طوير في الفريق المصري بسبب الاسابات سبورشيك مرحبا معكم امينغ لانزا نور في الاخراج ايهاب وايمان في الافيم تيفي ومام القربي في السوشال ميديا ويحذر معايا نجم التدريب في العربية السعودية لعب المنتخب السابق حازة على عديد الالقاب في مسيات والقاب قرية والقاب محلية خالد القربي ارسال بيك مرحبا اهلا بيك كمين اهلا بحمة نسلم على الناس اللي تسمع فينا تفرج فينا على راديو اهلا بيك نحب نسلك عليش اتحكتك انا قلت حازة على القاب قرية ومحلية وغزرتها كالمحمد عليش حول الخطة الله بالله الالقاب يعرفوا هكذا في التصاهر لو عنده لقب لقب كأس تونس لقب تاريخي وسجل هو يعني أنا لعب تونس ضد النادي الافريقي لحظة نعدي لولا نعدي ثانيا ثانيا نجم نجم نعدي ثانيا حاليني نقدمك سعب بطريقة تليق بك بطل كأس تونس الفين وثلاثة كما خانتش الذاكرة الفين وثلاثة لحظة 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 تكملها مقتل هو ورا مساء بطل اسأل السلامة يقولك لي هو ورا مساء تونس مدرب المنتخب القادم ان شاء الله منذ الفين وثلاثين محام سليت يا لو سأل بيك مرحبا 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 خالد نور يهب الناس كل استادى المستمعين بقبل ما نعطيك انا حق الرد في ما يخص النظرة والكحرق دخل بالقرب يا اخي ما فهمك عليك تلبس في الكاسك وتحكي مع المخرجة ما فهمك يا اخي دي جي في بيرك بروك مش تلبس كاسك ماك ما تلبس ايش انت للكاسك لا لا معلومة معلومة عبيد لصلاحها دي جي سليتي كيف مش صلاح لك المعلومة داوك اي 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 اوقتك وطلي هو رمى سر اي بيه هوني اي كأس الفين وثلاثة الفين وثلاثة اي لكن اخويا الالقابة متاعه هزم في التراجي اي جوار يمشي للتراجي هز للقاب مريقل بريمو لكن هو في استاد عمره ميناجمي هز تيتر سمحني لحظة تي لحظة وهز هو القابة الفرق الاخرى زي عمره في استاد ميناجمي هز تيتر ومهاز تيتر ومغنوش عليه لا في استاد لا في الاسبرانس لا في حد تبع مغنوش عليه انا عندي جي ثمانية اغنيات ترسونال طارق ذيب مهازش حد شي هكا هو اللي مهازت شمبيونزليك طارق ذيب لكن الأسطورة يقعد في المخترق ذيب تسنيني خانكم سمحني في الكلمة تتجلتم على اساتير لا لا خطلك مهازش خطلك انا مثلا ما كانوش يلعبوا ما كانوش يلعبوا وقتها ما كانوش يلعبوا ما كانوش يلعبوا لأننا حتكيك استاد تينيزياء تتمدى مره شكري الوحر العياد الحمروني توقف تترقذيب زمين نوقفتني تتمدى راك باك انا من حاومش نجاوب لولا الثانية الثالث توقي نجاوب تتاقي قدامي حاجة ثانية ستاة تونيزيا عحمد الهارقاء وجمال ليم واسطير ستاة تونيزيا هني انا هزيت لي مهزوش هم انا خير منهم ما يقولنش عك ما كيف كيف ينتبق علي بعد عشرين سنة وثلاثين سنة يقول لك التارج يهز التتر مشو فلان الفلان لا يقولوا التارق الدياب كان ملاعب كبير عياد الحمرون يكرم لعب كبير حتى صاحبي خطر بي ملاعب كبير لا يحكي كما جبوعة داي طاو نسكتو طاو ما عشت بروبوكيني لا انتي له هدف لا انتي له انا منحبش نجاوب خاطر نولو ايقال كان مش نجاوب نولي ايقال انا مجاوبوش خطي ترويت اللي في على ظهريانة تعديه ايه عبيولو دارو واضح 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 موضوع موضوع الالقاب وموضوع التي ترويت طاو غدا نجيب لك شاندي فده فماش غني انتي عليك ساعة لا بوشيب لتلقى جمهير تاريسي تارف مو شو جيش عارف يعرف طوي يكتبوا عليه المرجي با التشامبينز ليجا الاوروبي باريس سان جرمان اه يضرب البرسة بيروباعي اربعة واحد ممكن ابرز المتفائلين في جمهير البيس جي ما كانش يتوقع انتيجة هذي بالعكس كان فهم التهكم كبير في فرنسا على باريس سان جرمان بعد الهزيمة ثلاثة اثنين في الذهيب فهمش كنقال هاوكا كي خسرنا فلالية ثلاثة اثنين ما فماش مجال الريمونتادة لي افسي بارسلون بما انهم مربحين في المباراة الاولى به بيجي يتأهل الى الدورة النصف النهائي كيف بوروشيا دورتموند اربعة اثنين يفوز على اتليتيكو مادريد في اياب مباراة للدورة الرابع نهائي من الشامبينز ليج نحكيه شوية على البيجي الاهداف فهم اخطاء وفهم اهداف جيت على اخطاء الخطاء اللي هو الحقيقة لا يختفر نتصور تشاتروني رأي هو خطاء اروخو ما خليش شانس ما خليش فرصة الحارس تيرشتيغن اللي هو حارس بمقدور انه يتصدى مثلا الانفراد خلى فريقه يعاني عشرة ضد حديش وسمع التصريح غندوغان اللي لين برش على زميله اروخو معنا كي بركوا لخارج راس راس كنت تخلي شانس للحارس والخطاء فهم خطاء كانسلو بمدالي كونترول غالط مقبل الكورنير شوف امين يقولك المتفرش فرصة في اللحظة ذيكا متاع الانفراد بالحارس فما دي مومو متعرش عليها مع انت فانت عاليش ما تقولش انت يخبث من المليعبي اللي يخرجك اخرج راس راس قد قصقوا دي ماروخ حت بدنو اي فهمت دونك انا ما نقولش غلطة اروخ ونقول غلطة اكزافي شنو هو اللي البرح عمل الديفيرينسة هو اللي هو ماليزان ترونه لويس الريكي كي تراه عالبانك كي تراك فيش معانت ديريجي في الفريق متاعه وكيفيش معانت واثق من نفسه وكل شي علىك على عكس اكزافي اللي من اول دقيقة لاخر دقيقة البروفي لو اخذيه حمر معانت دخل في الجوارات متيعه بانك البرزة كل اخذيه حمر لايه دخل جوارات متيعه في المشاكل ودخلهم في الشجار مع الحاكم معانت هذيك اش عمل عشو عمل ديفيرينسة والحقيقة البي اي جي عملت ماتش اكسبسيونيل مم وستيل دوجول اللي لعبوا بي معانت الحقيقة ديمبيلي ماتش عمره عملوا البرح اه اشكون في اه 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 اصداد كيفش لعب مبابي رأس حربة اه ماركينوس الحقيقة اكسبسيونيل اه كيف كيف كي تحط انتير نونديز تنحي تنحي من الريلجوش وتحطو في اللاكس اعطا برشا استابيليتي ستو في تخريج الكورة اه اه فيتين الحقيقة في اللي وفي الرتور بالنسبة لنا برح ممتاز جدا يذري احسن انت دي بعملو بي جي احسن كي نحا فيراتي وجي فيتين انا بالنسبة لنا برحو لهم دي ماتش رأه الحقيقة البونت والملكي هي هي ماما فيتين اراه وفي اللي دي ماتش اللي ورتور اقوى ملاعبي فيتين اراه الهدف اللي سجلوا خيالي قبل ما نحكيه على اشرف حكيمي مانو اشرف حكيمي محمد اللاعب الاكثر خلقا للفرص في تشامبينز ديج بواحدة وعشرين فرصة البارح الشوط الاول كان عادي والاقل من عادي شو حكيمي لكن في الشوط الثاني قدم مردود ممتاز محمد انت يسبق لك انه لعبت ذات فريق انت ميت له في فترة ما يعني فريقك سابق البارح ديمبيلي معناها الروح والعزيمة لعبها اثمان ديمبيلي كان رجل المباراة ضد فريقه السابق البارسة اللي عانى فيه من الاسابات وصاروا له عديد المشاكل في البيس جي البارح كان هو الافضل ورجل المقابل شوف امين انا شفت البيس جي البارح هي ماتش روبار الحق ما شفتاش انا عندي عامين ما شفتش البيس جي تكاور في الماركي ماتش تعالفات وفيول ادفرسير اللي تلعب ضده اللي هو البرسة يعني مش اي ادفرسير البيس جي شوفناه فريق منظمة بسيفة غريبة شوفنا تفاهم بسيفة غريبة لكن ميار جوار صحيح ليه ميار جوار شكونهم هما؟ ميار جوار هما ديمبيلي وبركولا ضوما للزوز هما اللي ميار جوار في البارح لكن عندهم علاش لانه احسن جوار احنا في عصر السرعة كيجيت حللها في عصر السرعة شكون احسن جوار شكون مفتاح المباراة ككل اللي خلى بركولا و ديمبيلي عندهم لا رياحية وعندهم اه نقولوا نحنا الاسباس عندهم المساحات الكل اللي فتقوا موهبهم نقولوا احنا فتقوا الدنيا فتقوا لهذا تحكى على مبابي انت؟ نحكي على مبابي عصر السرعة مبابي كان عليه مركاج كل مهما كل منين تطيح الكورة مبابي يقضي دياجونال بشعمل 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 لابيل لكن كي يعمل دياجونال شخلا فيكس الادفرسير فيكس الالاكس ديمة عنده زوار اضافي ملاعبي اضافي للتغط على السرعة امتاع مبابي ولا الاسباس محلولة ولا تان كونتر ان اللي هما بركولا و ديمبيلي قويين في الان كونتر ان بالربيدي تيمتح هذيك المفتاح كان هو مبابي اللي هو فيكس الالاكس وخلى شد الديفونسورات وخلى الاسباقية على الاسباس حتى اش اسمه حكيمي اي اخذي بطبيعته وتشوف في ديمبيلي علمين وعلي صار بركولا كيف كيف حكيمي يلقى الاسباس يمشي شويرا 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 خسام بعد البرق الحمرة زادا الوسط زادا خدم بالقدي وقت يتلقى انت غيرا شويرا ايه يوار استاشن ك يا ممتاع كيمة ديمبيلي خوية جوار رابيد جوار فلا ايضا خليه انك الله يزمك دي ما عندك تغطية اذاك اللي خلى ايه 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 يجب مينال مغلطش رو رو غارد ولا مغلطش كيما يقول لك انا محجتيش مقالسي لورة ملت الميت ميكرو خاد الغالطان تاو كنسي لوراي في لانكار تعمل انت يكي كافوت عاطي بظهروا ديمبيلي كنترول غالط وعاطب ظهره ولا يشكل خطر على المرمى معناه صحيح ما انت متنجمش كمان انت انت غورديولا كي اللاعب يقوله رامح ساشي بيك يعرف شنو يعمل ومش غورديولا بارك حتى باير المنشن اي 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 نحكيلك سيتي باير المنشن ولو انه في فترة مية خاصة مع انتر وليوفي كان يقدم ولواني مشني معك ما نشكلش خطر على المرمى لانه يلعب ظهره بكديه عنده في الروتاسيون وروتاسيون قوي alright الاخطاء اتصرف اي 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 انا اتفرج فيه العب ضده عب ضده وقت usa عب ضده ذكرت وقتها العبد الله أذكري حكمتها اعطينا الاتار لا عملا وكيبناh زيدان و تيريونري يا لنا ات Margit زيدان انتي العبد زيدان يا محمد بين مبابي و تيريونري من الأفضل لا لا اعطيني من الأفضل لا تحلليش لا كل واحد والميزة متاعه عشان اقولك حاجة بابي يزيد على تيريون ري حاجة اللي هو ينجم يلعب كرأس حربة تيريون ري لا ينجم في يلعب ملعب تيريون ري كرأس حربة في مونيسة بيت حب الاسباس جوهر رابيدي حب الاسباس مبابي خير في نفس السرعة لكن مبابي في اسباس الغاز نفس السؤال مبابي او تيريون ري عندي انا تيريون ري جاوبني انتي مبابي او تيريون ري مبابي او يفضل مبابي به دورتموند يقصي اتليتيكو مدريد دورتموند اللي الحقيقة قدم دور مجموعات على اهلا مستوى ثم نهائي ربع نهائي بخطة ثابتة الى الدور النصف الكابتن يسمع فينا نسلم عليه قال انري ميور بوتور اه شنوه ما فهمتش ميور بوتور قالي ولا احسن ايه تاوي كنت احكيل عن مبابي او مبابي مزال لعب مزال صغير في العمور خمسة وعشرين سنين ولعب دور كوب ديموند هز واحدة واحدة فيناليست والثاني حاجة كان يزيد في المركة اثناش في كوب ديموند مزال يعني القدام يلعب دور كوب ديموند اخرين ولي هو ميور بوتور ماركين ميتين وخمسة وتسعين بونتو يعني في العمور ستة وعشرين سنين نحكيلك ميشي حطم لك الارقام القياسية متاع فرنسا ريال السيتي ارسونال باييرن او باييرن ارسونال بعد اثنين اثنين في الذهاب ثلاثة ثلاثة سيتي باييرن في الذهاب اليوم اثارة الى ابعد الحدود سيخال الكرة الحقيقية قال عبد سليم ديفال نعم قد كان جمعية بركة من سبانيا لمادريد بارح الفرق الاسبانية قبل ثمانية هداف ثمانية هداف سوف ماجه كبير اليوم الحقيق ان تحبوا ولا ما تحبش مزوز عاملق في الاوروب انا نقول خمسين خمسين روما انت ما تعرش عليه الكرة سلتو معانت ما عاش يتحسبو كلا البونتو الإكستيريوري واليزوز وذكا إثارة كبيرة حتا رو ماجه الباييرن وارسونال لا زل ما تلعب بحط شي رو لا فعلها في الشامبيونات وثيان بليش ظاهرة حتى مخ الأكثرية في تشامبينز ديجة دي ونعرف ونحن الصعوبات متع البايرن سورتو في البونتز ليجة دونك زوز ماتشوات ماتشوات كبيرة وشيكونوا فرجة أكثر من ماتشوات متع البايرن فرجة أكثر محمد ولا ليه بعد ما شوفنا البايرن قديش من هدف عشرة تسعة تسعة هداف وعشرة هداف خمسة وستة حديشن هدف في البايرن حديشن هدف حديشن نحن نحن بليوف كبل أربعة وواحد خمسة واربعة وستة حديشن هدف شوف قيمة الملاعبية وقيمة الفريق وقيمة اليوم أكثر تشويق بحق وحتى الاسم سيتي والريال ما وش كيف مهما حتى كان يطعوا زيرو زيرو ديما التشويق خير ديما الريتم خير ديما الهالة الإعلامية أقوى تحكي على أقوى ديزون ترنور في العالم أقوى لأقوى لزيكيبات أقوى لجوار يعني حاجة بش نقول لك بوتاتر يمكن ريال اليوم مش تلعب تكتيك معين السيتي كان محظوظ في ذهاب لأنه كان متخوف من المبارات كنتشوفوا من اللول متخوف من المبارات هي تاع سيلفا الكوفرون هاللي دخلت السيتي في اللعبة واللي خلاتهم الجوارات يلعبوا بأرياحية ومورال آخر وتبدلت برشة حاجات ريال مدريد معروف عليه الفريق اللي ينجم يدارك لك أي ريزلطات مهما تكون وضد أي منافس السيتي يزم نسق واحد يبدأ بدون أخطاء سيرتو يلعب بلاده لأنه الخطأ مع ريال مدريد لو تكلفك غالي سيرتو في ماتش لخراني ينقول ماتش لخراني لو مفهمش تدارك التدارك معروف على ريال مدريد جمعيات كما قال أنا قربي بتاتر خمسين خمسين لكن مجريات اللقاء التنجم تتبدل لكن النسبة الكبيرة أن ريال مدريد ديما ففوري بش يترشح أكثر بيه وصلتنا توا تشكيل منتخب الوطني تونسي نهار وقتاش 21 قوت 2002 ضد المنتخب الفرنسي المبارقة دي وفات محمد هيا أنا 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 بيه التشكيل منتخب التونسي بيه بدرة بنعشور بومنيج الكليتون القيبسي الجعايدي المرزوقي المالكي المناري ترابلسي الزيتون في الاحتياط في بنك الاحتياط لمهاذبي الورتاني سلامي سليتي ثابت هاي هاو موجود محمد سليتي لماذا تشككوا في أقوال لدي بورتوغال كريستيان وفاوليت تطبيق والعب ذات زيدين ها دي في الاحتياط شو شو فرانسي أشكم في أستان اللحظة على كوبي في حراسة المار ما كون ديلا كون ديلا تارفو خلاط تالي يندي كون ديلا لعب في روم الميكرو عايشك الميكرو هو روم فلسون لعب في هذه تيريون ريو عندهم تبدلت معه بالمريول ما تضربت انا نلعب تتولير تضربت اقبال ماني يلعب يلعب تورام يلعب باكاليلي زيدين 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 زيطوني وفي تخيقة تلاتة وسابعين في منك الاحتياط في فما الدوسايي فما ما الويل بوتي باطلعالم جيبريل ماذا هو خالد؟ الحقبة ذيكا ما ديتعودش. ذيكا أساطير. هذي هنا هنا يا ربي. هذي هنا نجم يلعب. كورة تويكة نجم يلعب فيها أي حد. أسمعني. أمنا لعب تتولير. هذي أخذر. قبل كورة المواهب. تويكة كورة الديسبليني. ينجم يكون ديسبليني مهوش موهبة. خدام بارك. ينجم يلعب. حاليا المتوسطين فوق المتوسط. معاش فهم الموهبة. بحكيه على كأس العالم للأندي. هذي عام قديش. الفين وتسعة. الفين وتسعة. بعد ما بطلتنا. به. كأس العالم للأندي والفرق المتآهلة لحد الان. ساعة البارح. زنازة في برسلون. أنا وحالة حزن لأنه لم يتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندي. وجائزة أو المبالغ المالي اللي بش يدخلهم الفريق طارت طبعا ومشات فيت أتلتيكو مادريد. خمسين مليون وروم. ومبين خمسين ستين مليون المبالغ اللي بشكون من نصيب الفرق المتآهلة. الفرق المتآهلة لحد الان من أوروبا. فما تشيلسي. فما الريال. فما سيتي. انتر. بيس جي. بورتو. بوروسيا دورتمون. بين فيكا. بايرن منشون. يوفي. واتليتيكو مادريد. وفما بلاسة. بشكون بين أرسنال ولا سلس بورك. بالنسبة لآسيا الهلال أوراوى. من نصر. من هلال أوراوى الحد الآن فقط. من أفريقيا الأهلي الويداد. من أمريكا الجنوبية. بالميراس. فلمينغو. فلمينينسي. من أمريكا الشمالية. منتيري. آآ سياتل. آآ سندرز. وليون المكسيكي. ومنوق يانوسيا. آآ اوكراند سيتي. اللي متعود ديما على المشاركة في آآ مونديال. آآ آآ انديا. في انتظار أنه عليش ليت رجل تونسي يلتحق بهذه القائمة. آآ بنسبة لي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية الفين وستة وعشرين. آآ فاش نحكيه على مواجهة سانداوس آآ نهارة السبت آآ آآ آخر اخبار الترجي وملامح التشكيلة. آآ ماضي ساعتين وخمسة وعشرين بقيقة على آآ 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 لحديث على آآ آآ سانداوس مونيفسة ترجل تونسي يوصل للآآ آآ آآ آخر اخبار فيما يخص الترجل ينسى استدرب على انفراد آآ آآ يوم امس لكن آآ آآ يرجع اليوم للمجموعة آآ آآ آخر مستجدات حول إصابة قائد سانداوس آآ آآ تيبو موكوينة. الإصابة ليست خطيرة وبدأيا لن تحريمه من المشاركة في مباراة الذهاب. هذه اخر الأخبار فيما يخص كل من الترجي وسان داونس. خالد ملامح التشكيل الأنسب بالنسبة لي كنتي فيما يخص الرصيد البشري للترجي هذه للتونسي وحتى طريقة اللعب. كمين من يسمعهم في الجروب بش نعرف شكون هم فورم شكون هم فورم. لا لا بالحق. ما هو يجبت الكبتن؟. لا بناء على اليريناء. بناء على اليريناء و بناء على ماتش دي ما لاسيك اللي هو ريفيرانس يلزمو يلعب لتاك يلزم ما يخافش يلزم يساجل بش ما يبدأ يمشي يمشي للسود الفريق يبدأ مرتاح. على الأقل هدفه. فهمت؟. إذن وسط الميدان قداش في من لعب؟. وسط الميدان رو نجم تلعب زوز نجم تلعب ثلاثة يكون أوفنسيف أكثر من زوز رو. كيفاش فهمنا نجم تلعب نجم تلعب باورو قدام الديفنس. وتلعب بطقاء وغايلين كي العادة. فهمتني؟. اما تعطيهم أكثر لبارتية القدام تشعروا أكثر لديزوية متر. واضح هي. القدام انا جو بريفير انو مع أنت في تونس قامت بثنين وساس قوة وره المهاجم وبو غايلين ولا اورو ودقة. علعب يانساس وراء رودريجيز علعب بوغره على وعلي السار وعلي مين شكوه؟ يعلي مين عنده غشة عنده عنده شواء عنده ما هو مش برشة لشواش عنده غشة كهو نثور عنده لعب ساسش في الوسط يعني بشي لعب غشة عليمين ويلاعب وراء رودريجيز من نسبة لينا خاطر اذا بشطوا على الكلوار ويارجع يفك ويخسروا برشة القدام ليه مكان اللي بوكيا في التشكيل حسب رايك بوكيا وعلي ينجم بوكيا والله ينجم يلعب نحكمه عليه تاوتاوه ونتعرف عليه ينجم يلترشق الكلمات شاذا تلعب فهمتا؟ اذا ما سيكوه يصيره بشي لعب كاتروة تروة ما انت بشي لعب أوروغ غايلين وتقاء ويلاعب بقرة ويانساس ورودريجيز ما انت لكثارية بشي تلعب محام كيفاش ترى ممكن التشكيل الأنسب والاستراتيجية الأنسب بلاي سمعني قبل الأشو شو فهو كسوا بشي لعب كات دو تروة وقالا كاتروة تروة الحاجة الوحيدة انه مع انت التراجي يلزمها مع انت تضغط من أول دقيقة تضغط عليهم على خاطر رأو سنداوس فرشت فيها ريونك زافري كاشنو عم تل المشاكل ما خلتيش تخرجوا كورا من تل ينظيف وضغطت عليها كي تضغط عليها تضغط على مكوناة أكثر على هما شو المشكلة اللي عندهم اللي يتفرش فيهم تحس برأي الخاس اللي دو ديفانسور متاعهم رزان برش ويحبوا يلعبوا أليز ومرتاحياً ويحبوا يخرجوا كورا نظيف كي تضغط عليهم واختويني القوضي في كل تي موحب شوفها مينا فم تلاثة نقاط مهمة بالنسبة للتراجي فيها تساؤلات شوية فيها تساؤلات أول حاجة أنت لونترونير تلعب مع فريق كيما سنداوس فريق يعتمد الاستحواذ بالنسبة 90% الاستحواذ ذا يعني يقلق أي دفاع ويقلق أي وسط ميدان لأنه يستغل الثغرات ويتقنها بصيفة غريبة يتقنها أحسن إتقان ومتفاهمين عليها وفهم يتحرك كومباكت يتحرك يعني تديسيبليني من الشيرة الشيرة كذا كيفاش مش تتعامل أنت مع الحالة هذه حالة الأولى الحالة الثانية أنت كيفاش تكون ردة فعلك كمدر كاردوزو اللي أنت تعتمد على خطة واحدة من أول ما جيت للتراجيات شنو تكون أنت ردة فعلك في الخطة الواحدة أنت هذه تحصر لك ثلاثة نقاط قوة متاعك اللي هما تعمل لك أرسال مو على دوزاكسيو متاعك اللي هما بنسبة 70% مشاركين في تخرج الكورة يخرجوا كورة نظيفة الثانية حاجة المتنفس الأول والحل الأول والأوحد لزاكسيو هو أهولو تخرج لك عليه واحد وتحصره لك الثالث حاجة كي تحصر لك غشة وبقرة شنو أنت كيفاش تنجم تتعامل في الحالة هذه أنت مش تلعب الجو ديريكت على جوور واحد في الحالة هذه يزمك تغييرات يزمك تشكيلة أخر مع وجود الآليات تنتاعك اللي أنت عندك الحلول على البنك أنا ماذا بيا أنا في الحالة هذه يزم نبدل تكتيك يخي أنا ديما مش نلعب مع جماعيات الكلب تكتيك واحد أنا نحط في بلاست غشة نحص نحط كي باسوه كي باسوه قوي في الاستيلام ويعنده كوفرتور باهية ويعونك للتاكون وفي الربلي عنده نزعة دفاعية وان بلوس يعطيك حل حتى كيف في صورة ما هي تلعب تلعب لك هتف تلعب اللعب الطويل يعني تأكيد أنت مش سيقوب لجي أنت كي تلعب لك هي وتسكر لك نقاط القوة متاعك ونقاط الحلول متاعك في تخرج الكورة نفس اللعبة بريسك لكن هي أقوى منك في الحالة هذه أنت تخرج لك تعمل أرسال مع الدفونس المتاح في الحالة هذه أنا كيفاش أنا في الحالة هذه كيفاش لونترنير مش يتعامل هذه نجم نشوفها في وسط المباراة ما نتصورش أنه بشي يبدأ بكي باسوية وكي باسوية حتى يكون في تشكيلة الترج أنا نحكي لك على تغيير بن حمودة هو المفضل نتصور بشي يكون المعاوض لرودريغيز بن حمودة كي تلعب ضد فريق في المتناول وتلعب أنت مثلا دوميني في اللعبة لكن هذه رأي مش تلقى جمعية دومينيك أنت وانت أول حاجة إن سوفي تخلي لهم كيفاش تفرجت في الماتش أنا نحكي لك على فريق هذا كيفاش يلعب وفريق هذا الترجي كيفاش يلعب أنا مش نستبق في الأمور لكن طريقتين مختلفين شوي لكن أنت الترجي الرياضي ما تنجمش مع العب مع سانداوز بلعب مفتوح ما تنجمش يزمك تسكر الصغرات لاحظة مينة نتش نكبرو فيها نكبروش نحن الماتش وما نكبروش خطر رأو مع أنت سانداوز ما هيش تاع عملية ورقونيس كل قلتها ما هيش تاع عملية ما هيش تاع عملية ما هيش تاعودية هكا ولايه ورأو قلت من مرة فات يونكس أفريكا هي اللي ضيعت الترجي حمتها ومالي إذا نشاء الكوب دا فريق التسعة ملعبية متاعها سانداوز فيزيكمو بلع نكبروش الماتش تخمم الترجي تخمم في روحها وتخمم أنه معتها قدام خمسين الف جماهية بشي دزة معها تخمم أنها تلعب لعبة متاعها ما تبدلش اللعبة متاعها مش دي ماتا اليوم خطونا نعب هذي غلط انتي عندك انتي ما تجيش بين لعبة شو ما عندنا نجي يعني نلعب ذد لارد أي ادورسير نفس اللاعب يا ودي كيف كيف ما نشعر ما نجيب بين 24 ساعة ولا 30 ساعة عاي جو ديريكت كيما تاك بلسيك كيما جو ديريكت ما تجيش همش تلعب لسبرانس جو ديريكت كيف كيما لاساك كيما ما تلعب لك جو ديريكت ما عنديش عمرة ما لعب جو ديريكت كيما انشو مبدل لنا ما تبدل لانا الخمسة ولا ستة نبدل لك خمسة ستة في التشكيل ها اللعب أنا عندو ترقة ديري من العبش باش أنا نبدل نلعب لعبي محمد كلم خالد رأيه اقرب coherent بدل انت في ظرف في نهارين ولا ثلاثة ايام مش بدل للعبة. انا كاردوزو كاردوزو. يتغيّل ولا يستعمل في البنك ولا لا. يستعمل. يا عنده في كل بارتي يستعمل في البنك. عنده الحلول ولا لا. يعني كيانا عندي الحلول. وعندي يعني نفس الكاليتي يعني باست باست موش. ما فما. كاليتي اخرى في البنك. يا محمد. كيانا نستغل نستغل البنك متاعي لازم نضغط غير معادي. يا محمد ما تنجمش انتي تبدل السيستام دجون متاعك. وراه وجواريت انتي من السنسك تلعب لي باسكورت وتريانجولاسيون. دي تلعب جو دي ريكت. ضايق لهم لي ريوپير متاع. هذي الماتش يتلعب. ما قلتش نلعب جو دي ريكت راريا. ما قلتش نلعب جو دي ريكت. كيم اكزمبل جمعية تكون تلعب كتر وترو. دي من غدو تلعب جو دي ريكت. اي مان انتي طو قلت كيباسوية وتلعب تلعب. انتي قلت كيباسوية ما كان غشة تلعب وتطور الكورة. انتي قلت سنداوز بش يجبرك انو تلعب الكورات الطويلة. قلتك في صورة ما. في صورة ما. وسط المباراة. سكر لك ليش قاد قوتك. اي. انا سأسأوليك قلتك في صورة ما. يا لازم تخليش تحكي باش تفهم. ليه سمحني. يا اخي نحكي على جمعية قادرة. جمعية عندها بانك. جمعية عندها فلوس. جمعية عندها انترنور قوي. خطوة انترنور قوي. وفلوس. ونلعب نفس التكتيك. زد بنجردان. زد سان داونز. ملا جمعية انا انا احكي. عاتيني وسط الميدان بسرعة محمد. خقد. وسط الميدان. وسط الميدان يا اخويا انا. اسمي اسمي. عاتيني اسمي. اسمي. يلعب شعلالي. اي. اغزر. لعبين خبرة. لعبين يسكروا لكل ورات. لعبين يلعبوا. مهم مهم ومهم جدا في البرتية هذه. لان هي. محمد عايش. لعبك علي فايا ذكر. انا نخدك اولو شعلالي. اي. يلعب غشة سورته غشة. بقى ليه يعني. نعم. بقى ليه. لا انا مثلا انا نلعب اه ساس مورجع. يلعب ساس قدام اولو قدام اه شعلالي. ويلعب وقرر. وقرر علي ساس. وقرر علي ساس. لكن غشة سيقبلجيه يلعب لانو في الرب. يا ودي بوشنيبة ولا بن علي. بوشنيبة ولا بن علي. بن علي بن علي. بوكيا ليه. لا بوكيا ليه. غير مقتنع بيها. بوكيا انا نقولك حتى على البنك يعني ما عمش بلاصف. كان بش تلعب معانيتها اكثر وفنسيف. وبش جيزف اكثر. تلعب بوشنيبة على اليمين. وتلعب الارب على تليا ذوكم معهم بوشنيبة. بش جيزف. اه معاني الملعبين خيء. ليه يحكيلك هو على الملعبين اللي قدام بن علي مثلا انك بش لعب هو باثنين في دو بيفو. زع ما بشي سكر هو التالي قالك والاخرين يكونوا عندهم اريحية في الريح. بش لعب ماش يلعب بكل تريونج المقلوب. بش لعب كاد دوك ساس على يمين غشة وايلا وعلي سار بوكرا نلعب بوشنيبة انا امس بوشنيبة. قد بوشنيبة انت. بوشنيبة التالي. اي بواضح. هو يقصد يعني بوشنيبة عنده نزعة دفاعية يسكر بش يعاون اكثر. قال يزم بتاخد بايك من له. هكا تقصد انت. يحكي على الملعبية اللي في وصلت لميدان. كان بش تلعب انت كات روات روها كما العادة اللعب بن علي. اكثر افنسيب. كان انا بش نقص واحد انا من اللي تروى بيفو. بش نعب كات دو تروى اين. الوقت اللعب بشنيبة. شوف الحالة هذية. مش الخطة هي اللي بها الفايد. مش الخطة. اللي جوار هما اللي بهم الفايد. التناغم ما بين ملعبية كي تلعب بين علي وغشة وقدامه. فما تناغم كبير وشوفنا في بارتيات قدم. فما تناغم كبير ما بين غشة وما بين علي وفما تفاهم. في التغتية. خار ستنى التغتية. لكن رو لبلوك. لبلوك يلسي مهم ومهم جدا. رو بلسما يزم تسكر الثغرات لانها تعب لك على الثغرات. من تغيير من جهة الجهة. وبعت تمسلك العمق في في الكلوار. رو يزم تسكر الكلوار متاعك ويزم ديما بلوك. بلوك متقربة تلعب مع مع جمعية تحذق لبتاك بلسيت. تحذق الاستحواذ. شمل زي اللي هو حسط اليوم. نهار خميس نهار الجمعة لتحساس تدريبية آآ لكاردوزو من أجل وضع لمسات الآخرة. الدوري الافريقي لكورة قدم لآيا فا للنسخة آآ الثانية التفاصيل بعد شوي. يفهم سبور شيك. بها الدوري الافريقي لكورة القدم الذي كان يسمى بالسوبر ليج لكن تم تغيير التسميل الى الافريكين فوتبول ليج به نسخة جديدة منتظرة للموصب القادم بعد النسخة آآ الأولى اللي كان فيه ثمانية في رق محمد النسخة الأولى اللي فيه ثمانية في رق حسب رأيك كنت النسخة اللي ترجمة تونس الى النصف النهائي وانهزم ضد الويدات بضربات الجزائي والويدات انهزم في النهائي ضد سنداون ناجحة كانت النسخة كانت ناجحة كانت ناجحة إعلاميا ماديا كانت ناجحة الحق حتى كرويا كانت ناجحة يعني شنو ترى ناجحة كانت تجربة تجربة ممتازة تجربة تطور من كورة قدم ناجحة اجتماع في الرباط للجنة التنفيذية للكاف منتظر يوم الجمعة سيتم الاتفاق على كل النقاط اللي تخص النسخة القادمة بها مبدأ ايا بما بشعنتيك بعض التفاصيل بشكون فاما 24 فرق مشارك الفرق هذه تقسم الى ثلاثة مجموعات حسب المنطق الجغرافي منطقة بتع شمال افريقيا اللي فيها نحن غرب ووسط افريقيا وشرق وجنوب افريقيا 8 فرق من كل منطقة ستلعب المسابقة والفرق الاربع وشرين مشاركوا دور المجموعات بنظام الذهاب والقياب وبمجموع 14 مباراة لتصعد الفرق المحتلة المرتب الخمسة الاولى الى دور السوتاش برفقة افضل مركز سيدس المسابقة ستلعب بنظام بعد خروج المغلوب بداية من دور السوتاش نوكاوت ستيتش في حين لم يتم الحسم من حدود اللحظة في امكانية لعب نهائي في مباراة فاصلة او مبارتين ذهاب او ما عندكش المنتان قديش كي ترشح بشي رفع بشي رفع في الجوائز المدينة لكن استنعت استنعت ما تسبقش الاحديث هو باتريس موتسيبي في تصريح سابق ليه حكي على المسابقات الافريقية هو من المنتظر ان يتجهل الكاف الاتحاد افريق كورت قدمي الى الغاء مسابقة كأس الكون فيدرالي لانه مسابقة الشامبينز ليغ عندها شارم وعندها طبعا اكثر ممكن تنفس طبعا دونك سيتم الغاء كأس الكاف هذا حسب اخر الاخبار وحسب تصريحات موتسيبي الليقاء الوقت قد نلغي كأس الكاف عنا عديد المسابقات ما نجموش قالك نبقيوا عليهم الكل وبرشة حتى للملعبية وللاندي هكا ولا لي محادي ماني كاف تشامبينز ليغ دوري افريقي لي كورت قدمي 24 فريق برشة شارش قال دوري ابطال افريقيا وقتها مسابقة رائعة نريد الحفاظ عليها والترويج لها قال لك المرة الفيتت لم نرفع المكافئة المالية للدوري الافريقي اكثر من الكاف اكثر من لشامبينز ليغ باش ما يمسوش من مسابقة لشامبينز ليغ هذا فيما يخص المسابقات المنتظرة مبدئيا سيطلغى كأس الكاف وفاما بشانقاو شامبينز ليغ ودوري افريقي لي كورت قدمي مؤكد انه ثمانية في رقم من شمال افريقيا عنا تراجي الاهلي الويداية تشاركوا في النسخة الاولى تتبقى خمسة افريقيا افريقيا حسب الاتصالات وحسب الاخبار اللي دور في الكواليس افريقيا زيدني خمسة انتي خالد قبل ما نعطيك انا ممكن خمسة فينة الاختيار كشيتم فاما الكراسمون اي فاما للترتيب طبعا اللي اهلو بيتا ومثلا المونديال ليس امهني امريكا الفين وخمسة وعشرين مونديال الانديا وفاما افاما مقاييس اخرى منها مقاييس اخرى ستنعات والله نجم يكون مقاييس اذاك عليش ممكن نجم هو 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 شنو هي الحاجة اول حاجة واقتشفوها الناجحة اعلاميا علاو في القيمة المادية هكا ولا لا خلق نكمل لك انا رؤيتي وضلك خطر مثلا ديون بالعكس انا نشارك لهنا وتكون عندي قاعدة جماهيرية كبيرة نشارك في هذه سبحان الله النجم انا نترشح فيها ولا نربح نربح انا الفلوس هذيك مش قاتل ديون متاعي فريق تونسي موش مخلص مثلا ديونه ما يلعبش ما يلعبش ما يلعبش طبعا من المعايير الاخرى اكيد المقاييس اذاك او المعيار اذاك سيتم اخذوا بعين الاعتبار انو فريق ما مثلا اه ممنوع من الانتداب وعنده مستحقات يلزم يخلص او ذاكي على الاتوال والكلوب وسي اساس ما عندهمش الحق ليه يزمهم يفضوا امورهم حقيقة هم حتى عم يجيك اذا يترشحوا واحدة فيهم تبزيك ولا الكاف ما عندك ما فضيتش امورك ما تلعبش ايه يعني كرة التونسية مزلت عالي طبعا بشت عالي من المقاييس يعني هذا المتنفس الوحيد اللي كان ينجل تحل من حلول اللي تخلص الديون للجامعية محمد القاعدة الجماهيرية اكيد مقياس ومعيار الشعبية الملاعب الملاعب ويمش تحت ذلك ويمش تلعب معنى موسيقى على اعلى مستوكم هكا وتعرف انو قبل ما تراجي يشارك في الدوري الفريقي لكل قدم فما لجنة زارت البارك وزارت ملعب حمادي العجربي في رأس اللي عنده يدارة منظمة بيه خمسة فرق عطيني خمسة فرق بخليف التراجي يا محمد عايشك عطيني خمسة فرق بخليف التراجي الأهلي والوداد اللي شاركوا في النسخة أولي عطيني خمسة فرق من شمال افريقي يلا بسرعة خمسة فرق من شمال افريقي اش نقول لك انا الزمالك نزيل اللي للجهد ستيف ستيف منا مقايس خطرت ستيف ستيف طو في اللعبهم الاخراني اعمل باركور باي نا ظل فيك ما كشتفرج في الكورية في الزائر جاش شكوني هزف الشمبيونات في الجزائر شكوني لعف في الشامبينس ليك في الجزائر المؤخرة هي ستيف عندها عمين راي هي نعرف شباب الوزداد هي ستيف هاي انا ما اعطيتك كان الى جوا في مخ جوا في مخ في المغرب شكون المغرب باي نهز بركان ولي تلبس أخذ روابي في المغرب رجاء نقول لك نستحضر نقود نقول لك عليهم مولدية مولدية صعبة الأمور الكفة تمشي هل سوداني يجب أن تلعب في المنطقة الجغرافية الثانية اللي هي شرق إفريقيا ووسط إفريقيا حتى كما كنت تحكي لديهم المغرب الرجاء عندي مش تختار من مغرب ومصرك من تونس عندي مو أندي شفت المقياس اللي مش تختار به ما عاش نجم تختارك على إسبرانس وكهو أندي عنده ديوني كلها عنده ديون نحن نعانيه في المشاكل هذه فريق نجم الساحلي رأوا ترتيبه محترم عنده ديون عنده ديون وإدارة لكن قاعدين يخدم متوع على خلاص الديون في كلها قاعدة تخدم خلال كلها قاعدة تخدم جميعاً في تونس الأقرب 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 نجم الساحلي نجم الساحلي الأقرب نادي الأفريقي ترتيبه أفريقين بعيد بعيد إذن صعبة نحن نتمنيه وما أنت برشا جمعية من تونس ما فما باري خطل اللي عندي أنا اللي عندي أنا الخامسة الفرقة اللي حسب عملتك شوية اتصالات وحسب ما يقال في الكواليس فما الزمالك المصري فما النجم الساحلي من تونس شاباب بالوزداد من الجزائر رجاء ونهضة بركين من المغرب والحقيقة كيتخمم هكا وكيتشوف نتائج نهضة بركين مؤخراً في المسابقات الإفريقية معنى فريق سيطرة على مسابقة كأس الكاف والملاعب والانفرستركتور في المغرب الرجاء أيضا في ليبيا ليبيا صعبة صعبة شوي صعبة شوي لأنه فضل الترتيب ليست الأمور ليست أنا مثلا أنا نحبذ في عوذي تختار زوز ولا تلاهث من المغرب تختار واحدة من المغرب واحدة من ليبيا شنو باش ديما محمد ياخي كهالة إعلامية وكفرش هو الإنجاحة هو سيقبل جي يرذي هذه وهذه وهكاكة هي تتصير العملية لكن الأمور غير مستقرة نوعاً ما كانت في الفترة الأخيرة والمشاركة الإفريقية والترتيب الإفريقي مهم في اختيار الأندية اللي بيش تشارك في الدور الإفريقي لكورت قدام بالإضافة طبعاً للشعبية بالإضافة للملاعب والبنية التحتية لتحتضن المباراة حتى يعملوا زيارة للإزوتال والنزل وإذا كل محمد يأخذ بعين الاعتبار في رقما في رقما أخرى تستحق ممكن سيناها ما سمينا هيش حسب رأيك خالد في رقما أخرى تستحق ممكن المشاركة ما سمينا هيش والله في مصر فما زوز جمعيات فيوتشر وبيراميدز وظم زمعيات مهمش الزمالك مهمش الزمالك نحنا سمينا الزمالك لولانية لكن سمينا الزمالك ما يقولوش أسمع بيراميدز ينجم كإمكانياته ككورة ينجموا قبل الزمالك لكن كزمالك كسيتو كقاعدة جماهيرية الزمالك أولى وكتاريخ نجدقى روحك تلعب تلعب مونديال أنديا إلى جانب وطبعا الدوري الإفريقي إلى جانب المسابقات المحلية كورة العصرية اللي عندهم فلوس ومداخيل إدارة وفلوس تبدأ إدارة منظمة كما ترى إن شاء الله بقدرة ربي تمشي لكاس العالم تدخل لها برشا فلوس هي تنجم مع أنت تنجم تمشي وتنجم تلعب المسابقات هذه تنجم بفلوس نطع الكوب ديموند تشري ملاعب بي وتشري في كتيف هو شبك تت كيك رضاك يعطي ريو تقالي فلوس كوب ديموند قلت له ليه فلوس كوب ديموند فلوس كوب ديموند فقبل كوب ديموند تسيدي ليه 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 إيه أنت قلت أنه في عديد المناسبة أنه التراجي محظوظ بوجود رئيس التراجي الحالي شوفوا دوة الإدارة هي الأساس من بعد تبني جامعية إدارة وفلوس وإدارة بلاش فلوس رغم ما تنجمش تبني جامعية تشكون عندك تشكون عندك إدارة وفلوس ولكن مطارش تخطط نعم مطارش تخطط لكن ناجح بنسبة كبيرة تغلط في برشا أمور لك تنجح في نسبة كبيرة كبير برشا برشالوني مرانديش في لسها ليس هناك يعني قلت لك البارح حالة حزن في برسلوني باعة دمبيلية على خطر من استحقها فلوس باعة تراجكون وفي للخر فكرة هناك خاطرة يعني صارت صارت أسمعني صارت 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 تصرف كبير في في برسلوني لو كي تلقى كي تلقى في شمعياتنا شناو التصرف صحيح لا لا بش نعم بش أحتيك كبير كي تلقى ديونج ياخذ سبعة تلاثين مليون أرور سنويا معناها الأعلى أجرا في إسبانيا لا لا سبعة تلاثين مليون أرور لا 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 نحكي لك فيتون سمع ملعبين لا 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 بلعب إشي معناها يخرس أكثر من كيفين دي بروين مثلا شوف همين همين نتي أفرش نقطة نقطة مهمة شوف ريت كورة طيو نحن نحكيه نحكيه على الفرق والبلدان الأخرى وديما في آخر الحديث نجيه للطرق والتونس جمعية واحدة معنا جمعيات معنا يمكن فلانة يمكن كذا على الديون وكذا نحكيه وكان على مشاكل لكن ما تتصلح هنا طويقة في كورتنا أول حاجة عنا معظلة كبيرة يزمك أول حاجة سقف الأجور ما يفوتش 20 ألف دينار تحب تتصلح الكورة 20 ألف دينار ما يفوتش علش أنا ياخذ في مياه وياخذ الأخر في مئتين وما جابش كورنير والأخر قاعد على البنك وياخذ في مئة مليون والأخر سيئة ما تنجمش وبعد يقولك والله عندي ديون وعندي كذا وعندي كذا أنا نورمال مون تسقف الأجور نتاع أحسن الملاعبي 20 ألف دينار وساعتها طوي الكورة تتصلح طوي الكورة تتصلح بعد ما خليت أنت فلوس ما هي فلوس في مسيرتك كانت الأقل جيراء يخذين ذولي 70 ألف دينار محمد فكالوقت خالد وتوى جيل من لعبيت توى يحسد فيهم على الفلوس اللي اللي يكسبوا فيها والله يكان جيدا نابل 71 ألف دينار عنا الحق لأننا فما كور أقبل أكثر فريقي ذول يتقاضيت فيه فلوس هو النجم الساحلي في بي حق أنا نعرف حق حسب حسب ما وردني وهذا أثار حفيرة الملاعبية وحتى حتى برشة دائرين ترجع لي للمشاكل برشة في محيط النجم الساحلي كانوا يحسدوك على جيراية كاكو لا لا مش جوارات لها مش جوارات فتاة الفمجوار فينا ملالة يوضي عليها تواش تجبدلي موضوع أكثر فريق تقاضيت فيه أموالة على الورق نحكي على الورق على الورق نجم الساحلي بالنسبة بالنسبيا لأنه سبحتهم لنرجع للإستاد يونيزيان ما يستيبوني لما نرجع للإستاد ولا نخرج للإستاد يونيزيان على شيخة واق جليل بن عيسى شيخة واق جليل بن عيسى أنتم لا شيخة الحق شيخة ما هو دي جوار معينينا دي جوار معينينا فايتين الناس الكل أنا وسلم فايتين الناس الكل الحق أما الكل رأوا الباقي شيخ وكلا معد الله الحسنة الناس الكل شايخة لكن نحنا فايتين الناس الكل خالد أقوى جيرا يأخذها في الملعب التونس دولي ديشنمية ألف ومئة دينار ألف ومئة خالد ألف ومئة هكذا نرمال مو هو يعطي الشيك استاتيليزيان بش تقبل مخلط الشيخة او يعرفو خلط على عشاب ومتيين ألف وتخلط على شوفه بالاقصاص بالاقصاص تلقى روكا 7000 لكن هو يخلص شو شو سيمو حمد العشاب كان يخلص أما لكن تبدأ دادي سعنا في في أزمة مادي لكن آآ أم دو بارول آآ سيمو حمد عشاب إلى المجهول وتعيي لكن تدخل مثلا تسأل أنت تبدأ ما تغشش وش تبطل الكورة وكذا وتسأل مئة وخمسين مليون سيئة مش تبطل الكورة وسيئة وقفت بيك كي تدخل سي محمد عشيب تدخل انتي مقتنع وفي جيبك 150 مليون وانتي معتك حد شيء اسمعني امامين انا من العباد اللي وقفته معايا واللي معا انت كيفاش يقول عنده معلي فضل كبير اللي هو محمد عشيب اللي هو اللي حطني في السكة والحقيقة كان وقت عملت عقله كله وليلا كان وقف معايا وقف متاع رجال اما الشيك اللي خذيته بعد شامبينج جيجا فين وحداش نعرف انا قديش فيه في خمس سبعين الف ديناري دول غالط خمس سبعين الف ديناري في ما شوية نعمل لكم حسن متاع كونتابيليتي ساعة الاهل المصري الاهل المصري سيفر اليوم طرح كبير بعض الحمد لله الكي العباد وقلم العباد وخدم العباد اه سيستام سيمو عمد عشار يدخلك يسمع تبدأ وفندي شي اكبر وعملوا بذن مقارنتين بكم انتو من معلي شي وما شي الاهل المصري الاهل المصري سيفر اليوم سيفر اليوم للكونجو الديموقراطية للوبومباتشي المباراة بش تكون ماضي ساعتين وقت تونس في لوبومباتشي فكس خانة ذيك اللي متعود عليها انت خالد مباراة كوكو الشهيرة مباراة لنهزفات رجي خمسة وقت خايب برشة الاهلي ستو بالغيابات مات انا مخاوفني الماتش الحقيق انا ماذا بي يا اخوي الاهلي تترشح وتربح بش مزيم برسيتاو يلعبوا برسيتاو لحنا خاناتيك ساعة قائمة الغيابات لانه حال الطوارئ في الاهلي المصري بسبب الاسابة ماروين عطايا يعود في اياب مازنبي لانه الاسابة تمنعه من اللحاق بالمجموع برسيتاو قد يلحق بمباراة الذهب برسيتاو باللغة الانجليزية ياسر إبراهيم يقدم الإضافة كي يبدأ عنده بلاسير ما ينجمش يعطيك 100% حتى فروطورة متاعه فراج عمتاعه كي يبدأ مثلا عنده إرهاق نقول لك اي النجم يحضر لكن كي تبدأ بلاسير متاع إليزيون ولا إلونغسيون ما ينجمش يرجع على 100% ياسر إبراهيم يعود بعد مباراة اياب مازنبي محمد شنوي يعود بعد مباراة اياب مازنبي ميم عشور سيعود بعد مباراة الاياب حسين الشحات سيعود بعد مباراة الاياب واليو جينك سيعود بعد مباراة الاياب يعني أمين هذي انت ريال مدريد كانت سميها بالنقايسة ذية تتأثر يعني أهل المصري روه مش يتأثر بالنقايسة ذية لإني تحكي على فريق كامل تحكي على ركايز الفريق نحن كدوين سميه من حنبوشة لغيابيتها دوم مارا خطر روه مازنبي تترشحها رأي هي فناليست نحب الأهل يتربح على الوروتور أما بو انتي قلت كتوين سميه تونس كاملة ترغب في تأهل الترجل المونديال الانديا نورمال مو هكا مثل محمد محمد لا يشجع أي فريق يمثل تونس في المسابقات القريق لا مش الناس يقول تحب الترجل تترشح علش علش لا هني قدت واسئلتوين لا لا ممكن تبدل لنا رو باش فما نسمة عصبة فما نسمة عصبة وحنا معلوم عنا الشيه ذاي ما نشجو مهور انا كيقولك الكلمة ذاكة لاني انا ملاعبي صاحبي اصحابي جمعت الاسبرانس صاحبي طارق ثابت صاحبي العبر معايا زيد عمر ايه 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 تقدر الاهلي على الفوز ممكن ولا الخروج بنتيجة فوز ماش فوز ايه 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 اهلي في تاريخه لم يسجل في مازنبي ايه ايه ولا فريق مصري سجل ايه 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 عربي يامان لانه يتفرجوا فينا في مصر عربي او انجليزي نعرف انه الانجليزي من قد قوت كبه نعرف عن القياس والاهلي شفناه في بعض الاماكن فيما نقاط ضعف واضحة في بعض المراكز اللي اتأثرت بغياب اصحاب المراكز اللي هما اه اساسيين يلعبو وصيرته خاصة عشور يعني فيما نقايص يعني النقايص اللي صارت للأهلي حتى ريال مادري تتأثر بها يعني نقايص في ملاعبية ما همش في الأهلي بركة متميزين بل على المستوى العربي متميزين سيعاني الأهلي سيعاني الأهلي خاصة بالتلعب ضد فريق عنده اندفاع بدني بشكل كبير فريق يعرف يلعب في بلاده خاصة ويعرف يربع وعنده شخصية كبيرة ضد أي فريق وعنده كما يقولون مبالاة ثائرية مثلا محمد محمد التوقيت في لومبونباتشي ماضي ساعتين قسم بالله سخان اللطف يا رب هم مستنسين وهم مستنسين يلعبوا مستنسين بالحرارة ذيك ومستنسين باللعب محضرين ويعرفوا الأهلي اللي عندها نقايص وهم يحبوا يستغلوا النقايص هذه خاصة في الأهلي وتفرجوا فيها وشافوا اللي هم عندها تأثير بالنقايص هذه نظن اللي آآ 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 ينجم يحذر على مباراة الذهب ينجم يكون حاضر الذهب غير الاهلي قدام جمهورها ومع عودة بعض العناصر مع طبعا التذكير أنه خاد المقابلة بشكون مضي ثلاثة بالوقت المحالي ما سأعطينه وقتونش مضي ثلاثة وقت لوبومباتشي لست متفائل بشأن حضوض الأهلي حاسك وخايف على حضوض الترجي قبل حضوض الأهلي حضوض الترجي قبل حضوض الأهلي لكن المهمة الصعبة على الأهلي المصري في ظل الغيابات هذا كله فريق مازنبي لحقيقة فريق برهنة أنه قادر على بلوغ الدورة نهائية وحتى تحقيق اللقب وشوفنا هذا ذات بيترو أتلاتيكو معنى الريمونتادة لقابة تي بي مازنبي تثير الأعجاب محمد أنا أقولك فريق يعني بيترو أنا يعجبني كفريق كفريق متناغم كفريق مازنبي أو لبيترو يعجبك؟ لا بيترو خطك أنا فريق متناغم شفته ضد الترجي فريق يعني واقف مليح ويعني ومازنبي يرجع لك في عند يعني في بيترو وضد بيترو وغاديكا وفي بلاده ومن بلوس يرجع لك من من الخسارة يعني يرجع لك عمال كريمونتادة ويربح ويترشح يعني هذي يجب تكون في الحسداني مؤشر خطير نوعاً وعنده ترديسيون في الأدور متقدمة زادة يعني خمسة لقاء بشامبينز ديك تيبي مازنبي ارا وفريق عنده تاريخه في المسابقات الافريقية شكراً لك محمد سليتي شكراً لك خالد القربي شكراً كامل الفريق نتقابل غدوة إن شاء الله نفس التوقيت ما سعتين ماذي ثلاثة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة